السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة كما راكو تشوفو اليوم موليت لكم بعد غياب لظروف خاصة اتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير كما راكو تشوفو اليوم جيتكم بوصفة تعفلون بدوق الكاراميل وهد الوصفة يعني للامنة خديتها من عند الاخت اوملوجين راهي غنية عن التعريف ونحيوها من هاد المنبر نروحوا نبدأوا في طريقة التحضير مع بعض هنا اول حاجة قدرتها وجدت لترات حليب انا هنا استعملت حليب عادي يعني تعصى شيات حطيتو في هاد الكسرونة اللي كتوفو فيها يعني خديت كسرونة كبيرة باش تساعدني وزدت معها زوج مغارف كبار تا الفارينة ونحرك مليح حتى تتحلي هديك الفارينة مليح يعني ما تقعد ليش امبركسة من بعد راح نزيد عليها باكي تاع فلان بتوق الكارامل انا استعملت هاد النوعية تاع الفلان يعني رابحة مع غني عن التعريف اللي تحب تدير فلان نوارا تستعمل زوج علب اصغر هاد الفلان يعني كيما كوتشوفو الباطة الكبيرة جي في لترات الحليب نحرك مليح هاد الفلان حتى نحس هاد السكر دابلي شوية ونحط الخالط تاعي فوق النار ونبقى نحرك حتى يعقد لي من جيها راح توجد لي مول اللي راح ندير فيهم اللي تحب تدير في كيسان صغار اللي تحب تديرهم في مول كبير هادك شيء اختياري انا اخديت هاد لي دو مول الصغار اللي راح كوتشوفو فيهم طرت فيهم كمية تاع الكارامل اللي جمعة هادك الفلان من بعد راح نجي هنا لفلان تاعي بعد ما راوي طيب هنا باش طريقة باش نتأكدوا بلي الفلان تاعي رواجد نجي بمغرفة وندير عليه قطرة من الفلان كيما راكتشوفو كيشوفوها جمدة راح نحيوه من نار بعد ما نحيتو هادك الفلان تاعي من نار جبتو دي راكتومو حطيت عليه تلت علب تاع ياوخت بيتا ولكارامل وهنا ما يهمش النوعية تاع الياوخت المهم يكون عنا ياوخت بيتوق الكارامل كيما راكتشوفو كملت حطيت العلب التوعي تاع الياوخت ونحرك مليح لازم نحركو حتى هادك الياوخت يولي ما يبانش يعني يولي عندنا خليط ما فيه ولو يعني يكون خليط صافي وهنا يا بعد ما نتأكد بلي هادك الياوخت التاعي ده بمليح مع هاد الفلان نجيب ليمول التوعي ونبدأ نعمرهم كيما راكتشوفو نعمرهم حتى للفم راح نلاحظو تمتم راح يحكم روحو هاد الفلان يعني غير يحكم روحو ندخله للتلاجاء يبرد ونقدموه بارد والشاغم تاع هاد الفلان يتقدم مقلوب يعني يتقدم على وجه والتزيين راح يكون اختياري انا قدمتو مع حبيبات التعبانان اللي تحب تقدموه مع ليفخاز هذا يرجع ليكم وهذا شي اختياري هاده هي بالنسبة للفيديو تاليوم نتمنى تكون نالت اعجابكم ونتلقى من شاء الله في الفيديو القادم مع السلامة اشتركوا في القناة